شدد محافظ القاهرة خالد عبد العال على جميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء باستمرار رفع حالة الاستعداد للتعامل الفوري مع التغيرات المناخية خلال اجتماع لمتابعة تنفيذ خطة مواجهة الأمطار والسيول أكد عبد العال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وذلك بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد لمعرفة حالة الطقس على مدار اليوم واختار جميع الأحياء على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة تجنبا لوقوع أزمات مع ربط كافة غرف عمليات الأحياء بغرف العمليات المركزية للتعامل الفوري مع أي طارق